تتم للجزء يلي صوته يمكن رايح من التسجيلات هاي هي تتم للجزء الأول طبعا زي ما شفنا سابقا إنه في عنا different classes من اللي هما الستيرويدز في عنا مجموعة الفايف ألفا كولستين اللي هنا 27 درد كاربون في عنا الفايف ألفا بردنين عبارة عن 21 كربونة نشوف أمثلة على مجموعة الفايف ألفا بردنين في منها البروجستيرون البروجستيرون هو عبارة عن بردن 4ين 320 ديون اللي هي إحنا عم نحكي على الثلاثة وعلى كربونة رقم 20 سيدة بالبوند أو ديون في عنا من أيضا مجموعة الفايف ألفا بردنينز في عنا اللي هما الهايدروكورتزون طبعا إحنا للعلم إنه أنا لما أطلع على مثلا بروجستيرون أو الهايدروكورتزون مش ملاحظة أنا فيهم أصلا الفايف ألفا لكن هني ضمن الكلاس أوف اللي هما البردنينز لإنه بيحتوى على ال21 كاربون آتمز في عندي مركب اللي هو الهايدروكورتزون كمان وذن اللي هما البردنينز وممكن إذا منتطلع الفرق ما بين الهايدروكورتزون اللي هو تسمية أخرى الكورتزول ومركب الكورتزون الفرق الوحيد اللي هو بوجود السيدة بالبوند أو على الكربونة رقم 11 مقابل هايدروكسيلي جروب في الهايدروكورتزون على الكربونة رقم 11 طيب الكورتزون اللي بدي أسميه هو عبارة عن 17 ألفة بالنسبة للهايدروكسل 21 دايهايدروكسي إذن عنا على الكربوني رقم 17 عنا 17 ألفة هيدروكسل وفي عنا 2 هيدروكسل جروب على كربوني رقم 21 هدول اللي هم 17 ألفة 21 دايهايدروكسي وفي عنا الديونز لكن في عنا أكتر من عفواً تريونز في عنا أكتر من سيدة بالبوند أو في عنا على الثلاثة في عنا على العشرين فالثلاثة 11 عشرين تريون نشوف أمثلة على اللي هي الأندروستين فعملي الأندروستين طبعاً هذا هو الستركشل للفايف ألفة أندروستين زي ما إحنا شايفين بي عنا 2 مثل جروبس اللي هن 18 و 19 هدول ترقيمهم إذن الأندروستين مكون من الـ 19 كاربون آتومز من الأمثلة اللي عليه اللي هو التستوستيرون والديهايدرو إبياندروستيرون هدول التوستيرون اللي هو كمان ممكن نسميه 17 بيتا لاحظ أنا هون بهمني أسمي الـ Hydroxyl Group 17 بيتا هيدروكسي 4 in 3 on و the other structure اللي هو DHEA هذا اسمه 3 بيتا هو نصفة عنا بما أنه الـ CW bond O وصار لها reduction into hydroxyl group وهي بيتا فرح أسميها 3 بيتا هيدروكسي هيدروكس 5 in ليش أنا 5 لأنه ما بين 5 و 6 17 on أمثلة على الـ S strains أو مجموعة الـ 5 alpha strains this is the 5 alpha strain وفي عنا مركب الـ Estradiol يلي بيحتوي على Aromatic Ring وهو أيضا مكون من 18 كاربون آتوم طبعا because they lack اللي هي المثل group that's usually present in other structures على الكاربون رقم 10 وأيضا ما بدنا ننسى إنه إحنا أصلا في عنا group اللي هي الكوليستين الكوليستين هادي من الأمثلة عليها اللي هو الكوليسترول اللي بيحتوي على أيضا 27 كاربون آتوم وعننا double bond جاي مع بين 5 و 6 ولاحظ أنا في عنا هون reduction اللي هي CW bond O أعطتني hydroxyl group إذن خلينا نقول يعني ملخص لبعض الأمثلة عنا الـ 5 alpha cholestine مثال عليها الكوليسترول الـ 5 alpha pregnein مثال عليها الكورتزون وحيضا شفنا البروجستيرون في عنا الـ 5 alpha androstain مثال عليها تستوستيرون والـ 5 alpha strain مثال عليها اللي هو 17 beta استرادايول بالنسبة للميكانيزم of steroid hormone reactions يمكن إحنا أخذنا مجموعة من الدراجز اللي هن من ضمن الأدرينو كورتيكويدز اللي هن المينيرالو كورتيكويدز أخذناهم كيمية طبية واحد أخذنا اللي هن منيرالو كورتيكويد ريسبتر أنتاجونيس زي السبيرونولاكتون وطبعا لما نيجي نحكي على مجموعة الاستيرويد دراجز بشكل عام الريسبترز اللي إلها النيوكليار ريسبترز النيوكليار ريسبترز موجودة إذا بالسيتو بلازم أو داخل نيوكلياس وونس إنه الليجند بترتبط فيها طبعا الليجند needs to be highly lipic عشان تقدر تعمل ديفيوجن الثرو اللي هو الفاسفاليبت بيلير لالخلية وتفوت داخل السيتو بلازم وانس بصير عنا اكتيباتين of these nuclear receptors بصير لهم translation داخل النيوكلياس وهناك they act as transcription factors بحيث إنه يصير في عنا اكتيباتين أو خلينا نقول بشكل أفضل regulation للجين expression they can either stop or activate اللي هي عملية production of bodily proteins كmetabolism بهمني أعرف جزئية من المتابولزم طيب إحنا هون بالstructure يلي إحنا شايفينه في عندنا مركبين في عندي الكورتزول على إيدنا اليسار وفي عندي الكورتزون على إيدنا اليمين again الفرق مع بين هدول two structures اللي هي CW1O versus hydroxyl group على C11 طيب إحنا ال-active compound that bonds to the receptor بعملو activation هو عبارة عن الكورتزول الكورتزول هو inert يعني ما بيعطيني activity ما بدأقول إنه هو inactive لإنه هو can be easily transformed into ال-active compound كورتزول وإذا إحنا منلاحظ إنه يعني these two compounds are interconvertible بواسطة enzymes هاي ال-enzymes اللي هي 11-beta HSD HSD-1 and HSD-2 إيش هنا ال-enzymes 11-beta hydroxy steroid dehydrogenase وفي عنا two isozymes of these enzymes في عنا type 1 يلي موجود داخل ال-liver HSD-1 وهون عندي مبين عندي بالصورة كمان HSD-1 وفي عنا type 2 اللي هو موجود في الكدنيز لاحظ إنه ال-HSD-1 عنده قدرة إنه يعمل oxidation للكورتزول بحوله للكورتزول وأيضا عنده قدرة إنه يعمل اللي هي يعني type 2 has an important role in the rapid metabolism of hydrocortisone بعمل inactivation preventing its binding the mineral corticoid receptors اللي موجود في الكدني tissues طيب بحكيلي إنه ال-hydrocortisone هو مين اللي إكسكرت في اليورين as glucuronic acid conjugate and sulfate conjugate of some of its metabolites زي واحد من المتابلايت اللي هو اليورو cortizol أو 5-beta dihydrocortisole أو اليورو cortizone اليورو cortizone اللي هو similar structure to اليورو cortizone لكن بيحتوي على اللي هي C-double bond O at C-11 هلا إحنا عشان نكون بالصورة كل ال-biologically active glucocorticoids لأنه هلا إحنا الفوكس عنا على glucocorticoids كله يعطهم they need to have C-double bond O على carbon r.13 3-keto group 4-5 double bond هاي ضرورية وطبعا ايضا احنا بنعرف ازا cortizone جباري انه يحتوي على اللي هي ال-OH group عشان يعطيني activity ورح نحكي ان شاء الله بعدين انه ال-keytol group على carbon 17 beta ketol group beta لانها جاي باتجاه الناظر out of the plane فهذه beta ketol group كمان essential for the activity of glucocorticoids فاذا منلاحظ اذا انا عندي ال-structure اللي هو الكورتزول which is an active compound it can be converted into الكورتزول which is inactive c-double bond O على c-11 بطل مركب يرتبط بالريسبتور يعمله ال-activation وهذا التحويل من خلال ال-enzyme 11 beta hydroxy steroid dehydrogenase في عنا the other enzyme which is the 5 beta reductase من اسمه لاحظ انه بعمل عنا reduction على double bond اللي ما بين 4 and 5 وبالتالي نشأ عندي مركب اللي زي ما احنا شايفين عندي 5 beta dihydrocortisol 5 beta dihydrocortisol زيز انه هون انا صار عندي difference في الجيومتري وبالstructure بشكل عام مقارنة بالكورتزول فهذا المركب inactive ايضا اذا ال inactivity نتيجة انه اختلاف شكل الرنج بشكل عام وايضا ما ننسى انه انا الفيوجل ما بين rings A and B هالأصف عندي cis مش trans نتيج نشوف اللي هو third metabolite اللي مرسوم عنا هون اللي هو l-eurocortisol l-eurocortisol لاحظ انه صار في عنا على l-three position صار عندنا اللي هي reduction للسيد البند وعطاني hydroxyl كمان this is an inactive compound it can form as far as i know it can form both either the three alpha or the three beta hydroxy steroid عشان هيك هون مرسوم عنا فقط اللي هي the three beta لكن ممكن يعطيني both three alpha and three beta hydroxy metabolite كل هدول they terminate the glucocorticoid activity of cortisol وبالتالي رح نشوف هلا ان شاء الله انه واحدة من المشاكل الكورتزول انه هو عبارة عن short acting compound بسبب اللي هي different metabolic schemes يلي بتعملو deactivation طبعا هذي كمان metabolic scheme of cortisol كمان برجيني further خلينا نقول metabolic reactions على المركب عندي active compound cortisone زي ما حكينا هلا تحولوا لcortisone بعمل inert compound وفي عنا اللي هي 6 beta hydrocortisone still كمان inert compound والسبب اللي هو وجود CW bond O على C11 لكن في المقابل بالاتجاه الآخر the 6 beta hydrocortisole is يعني active compound وجود الhydroxyl group at the 6 position ما بتأثر على activity of this compound إذا منتطلع للأعلى في عنا 20 beta dihydrocortisole this compound is active عفوا inactive وطبعا السبب ال-inactivity لهذا المركب إنه أنا فقدت الكيتون group أنا إجبار يكون عندي على الكربون رقم 20 لازم يكون في عندي CW bond O وبالتالي هذا المركب inactive similar to this compound اللي هو inactive باقي المركبات اللي بالأسفل أيضا inactive يعني مثلا بدي أجل أطلع على 5 alpha dihydrocortisole بسبب saturation على ال-4 5 double bond inactive compound similar thing 5 beta dihydrocortisole inactive باقي المركبات أيضا كلها inactive compounds ورح نحكي على مجموعة حاليا اللي هي يعني كيف ممكن أننا نغير من corticosteroid drugs طبعا corticosteroids أو بشكل عام لما نيجي نحكي هلأ الفوكس لإلنا على اللي هي glucocorticoids they can't they can be given they can be given in different ways they can be given inhalational they can be given topical they can be administered مثلا IV or orally يعني ممكن يكون الهدف منهم systematic أو ممكن إنهم a local effect فمجموعة systemic corticoids يقسم إلى ثلاث مجموعات حسب اللي هي duration of action في عنا short acting زي cortisone وال hydrocortisone we have intermediate acting زي pridnisolone وال pridnisone والمثل pridnisolone and triamcinolone we have long acting زي البتامتازone and dexamethazone كافة هذي المركبات الأورال bioavailability لإلها كويسة ما عاد في عنا بس مشكلة بسيطة مع triamcinolone بسبب higher aqua solubility لإلها ورح نشوف إن شاء الله لما نشوف the addition of an additional hydroxyl group بتزيد l-aqua solubility لإلها عاد على هيك باقي الجلوكو corticoids بشكل عام they have excellent oral bioavailability and has little first-pass metabolism كمان يعني الليبوفيليستي وال low first-pass metabolism بيأدو لإلها this high oral bioavailability طبعا حتى المركبات اللي هن synthetic أيضا they are metabolized by the liver يعني in a similar fashion to اللي هي naturally occurring compounds glucuronic acid conjugation sulfate conjugation إلى آخر هي مجموعة اللي هي systemic corticosteroids اللي رح نشوف منها حاليا مجموعة من اللي هي either اللي هم المركبات نفسها أو esterified drugs طبعا esterification هدفه either to enhance l-aqua solubility أو to reduce l-aqua solubility حسب طبيعة l-ester group اللي أنا بضيفها يعني for example لما أجأ طلع عندي مركب الكورتزول أنا عندي بالأصل اللي هي على الكربون رقم 21 في عنا alcohol group so it is an OH لكن في حال أنا ممكن أعمله esterification with an acetic acid فبيعطيني اللي هو hydrocortisone acetate in this case عملنا esterification we reduced اللي هي l-aqua solubility enhance the lipophilicity هذا المركب أكيد once بصر له absorption بعدين بصر له de-acetylation وبيعطيني l-active compound وأيضا butyrate كلهم esterified compounds with higher lipophilicity في عنا بالمقابل مجموعة من esters لكن أنا بستفيد منها to enhance l-aqua solubility يعني على سبيل المثال I use اللي هو succinic acid succinic acid هو عبارة عن مركب محتوي على two acidic groups one of these acidic groups رح تعمل خلينا نشوف الثانية this acidic group is gonna interact with يعني بتعمل عنا ester linkage مع الالكهول في hydrocortisole فترطلت معها وبضل عندي the second acid group free بقدر أنا اعمل منها salt وبالتالي you enhance the aqua solubility وهي ممكن انك تستخدمه مثلا for IV administration for مثلا IM injection اذا بدك rapid onset وايضا اللي هي الفوسفيت esterification with the phosphate group لانه ممكن تعمل منها salt وايضا it enhances the aqua solubility باقي الأمثلة رح ناخد هام في اللي هو الجزء التاني موسيقى